بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مادتنا التدخل المبكر للفصل الدراسي الثاني عن واندرسنا اليوم الإعاقة السمعية أهداف لقاؤنا لهذا اليوم سوف نتعرف سويا على تعريف الإعاقة السمعية تصنيفات الإعاقة السمعية قبل أن نتعرف على التعريف الصحيح للإعاقة السمعية جميعنا نعرف أن حاسة السمع هي من نعم الله علينا وهي أهم نعمة وأهم حاسة في تعلم الإنسان فمن خلال هذه الحاسة يتعلم الإنسان القراءة والكتابة يتفاعل مع المجتمع ويتكيف مع البيئة فعندها وجود خلل في هذه الحاسة يحتاج الطفل أو الفرد إلى برامج خاصة إلى طرق تعليم خاصة مختلفة طرق تواصل مختلفة عن العاديين الآن أريد أن أتعرف مما يتكون الجهاز السمعي يتكون الجهاز السمعي أولا من الأذن الخارجية وهذه هي الأذن الخارجية الأذن متكولة من الأذن الخارجية والصيوان إثنان الأذن الوسطى ثلاثة الأذن الداخلية سوف نتعرف على الأجزاء الأذن الداخلية تتكون من القناة السمعية الخارجية وصيوان الأذن هذه هي الأذن الخارجية وهذا هو الصيوان الداخلي من هنا أنتقل إلى الأذن الوسطى تتكون من العضيمات الثلاث الأذن الوسطى تكون من العضيمات الثلاث وهي ماذا؟ المطرقة والسندان واركاب وأخيرا الأذن الداخلية مما تتكون؟ تتكون من جزئين رئيسيين الأول القنوات شبه الهلالية نسميها الدهليز ويعمل على حفظ توازن الفرد دائما إذا الشخص يعاني من عدم الوقوف الصحيح الدوخة يحتاج دائما إلى فحص الأذن الداخلية لأنها هي المسؤولة عن توازن الإنسان أما الجزء الثاني فهو القوقعة أين القوقعة؟ هذه هي القوقعة نشاهد القوقعة من أجزاء الأذن الداخلية القوقعة التي تعمل على تحويل الدبدبات الصوتية القادمة من الأذن الوسطى إلى موجات كهربائية تنتقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ تعرفنا على مكونات الجهاز السمعي للإنسان من ثلاثة مكونات أذن خارجية أذن وسطى والأذن الداخلية الآن أريد أن أعرف مفهومنا لتعريف الإعاقة السمعية ما هي الإعاقة السمعية؟ يقصد بها وجود ماذا؟ مشاكل أو خلل وظيفي هذه المشاكل وهذا الخلل الوظيفي يحول دون قيام الجهاز السمع بوظيفته الأساسية عند الفرد أو تتأثر قدرة الفرد على سماع الأصوات المختلفة بشكل سلبي هذا هو تعريفي للإعاقة السمعية وجود ماذا؟ مشكلة أو خلل في الجهاز ماذا؟ الجهاز السمعي كما عرضت لكم هنا هذا هو الجهاز السمعي للإنسان عند وجود مشكلة أو خلل هنا نسمي الشخص يعاني من ماذا؟ من إعاقة السمعية ويجتمل مصطلح الإعاقة السمعية إلى لوعين ضعيف السمع سوف نتعرف عليه والأصم ما هو ضعيف السمع؟ فهو الفرد الذي يعاني من فقدان السمعي ألاحظ هنا بقياس ماذا؟ بقياس السمع من فقدان سمعي من درجة 69 إلى 35 ديسبل تجعله يواجه صعوبة في فهم الكلام ولبالاعتماد على حاسة السمع سواء باستخدامات المعينات السمعية أو بدونها يقصد بالمعينات السمعية ما هي؟ هذه هي السماعة الخارجية بعد التشخيص وتقديم العلاج يصرف الطبيب للطفل سماعة تكبر الصوت توضح الصوت على حسب شدة إعاقات الطفل وحسب ماذا؟ درجة الإعاقة السمعية أما الطفل الأصام أو الفرد الأصام فهو ذلك الفرد الذي يعاني من عجل السمعي يصل درجته تساوي إلى 76 ديسبل أعلى من درجة ماذا؟ من ضعيف السمع فأكثر من الفقدان السمعي تحول دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكلام سواء باستخدام السماعات أو بدونها أين الأشد؟ ضعيف السمع أم الأصام؟ طبعا هو الأصام ننتقل الآن إلى طرق الاتصال والتواصل مع المعاقين سمعيا كيف يتم التواصل مع المعاقين سمعيا؟ وكيف أعلم الطفل؟ لو الإعاقة السمعية القراءة الكتابة المفردات المفاهيم أولا نستخدم مع الطفل التواصل اللفظي ويتم من خلال ماذا؟ التدريب السمعي رقم واحد من طرق الاستخدام في التواصل والاتصال مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية التواصل اللفظي ويكون من خلال التدريب السمعي يستند هذا الأسلوب في التواصل إلى أن معظم حالات الإعاقة السمعية لديهم قدرات متبقية لديهم بقايا سمع ما سميها دائما بقايا سمع وهذه القدرات يجب أن ننميها نطورها نؤهلها حتى يستطيع الشخص المعاق سمعيا التواصل مع الأشخاص العاديين وخاصة إذا تم استخدام ماذا؟ سماعات الخارجية في تضخيم الصوت أو المعينات السمعية التي لتوفر للطفل صوت واضح وصوت أكثر ماذا؟ أكثر نقاء هذا هو ماذا؟ التدريب السمعي الذي يقوم به المعلم أو المعلمة للطفل ذوي الإعاقة السمعية ويعتمد دائما في التواصل اللفظي على حسب درجة الإعاقة السمعية نستخدم هنا هذا الأسلوب مع الأشخاص التي تكون إعاقتهم بسيطة كما ذكرنا في لقائنا السابق أنتقل الآن إلى نوع آخر من التواصل اللفظي ويتم من خلاله ماذا؟ قراءة الشفاه قراءة الشفاه يشاهدها الطفل لكي يتعلم بعض المفاهيم بعض الأحروب بعض الكلام يقصد بها هو تنمية مهارة المعاق سمعيا على قراءة الشفاه وفهم الرموز البصرية نلاحظ أن هذا التواصل ماذا؟ يشاهده الطفل يعتمد على حاسة البصر وفهم الرموز لحركة الفم والشفاه أثناء الكلام الأشخاص العاديين وهناك أساليب مختلفة لتعليم قراءة الكلام ومن هذه الأساليب هي الطريقة التحليلية في فهم الكلام والأسلوب الآخر الطريقة التركيبية نوعان من الطرق المستخدمة في قراءة الشفاه هي ماذا؟ أولاً الطريقة التحليلية سوف أتعرف عليها في لقاء القادم والطريقة التركيبية إذن تعرفت اليوم على نوعين من التواصل اللفظي من أجل تعليم الطفل ذوي العاقة السمعية اللغة هي ماذا؟ أولاً التدريب السمعي تنمية قدرات المتبقية من الطفل في بقايا سمعية والتواصل الآخر هو ماذا؟ قراءة الشفاه هذه هي أهم الأشياء التي عرفتها في لقاء اليوم قراءة الشفاه سوف نتعرف عليها في اللقاء القادم الطريقة التحليلية والطريقة التركيبية وفي نهاية لقاءنا اليوم أشكر لكم حسن تفاعلكم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة